أهلا بكم مشاهدي صوت بايلوت انترنشنال وبايلوت سيتي على فيسبوك طبعا نحن اليوم بذكرى الإسراء والمعراج هذه الذكرى مثل كتير من المناسبات والأعياد عم تمر على لبنان والعالم العربي وخصوصا على لبنان بكتير من المقاسي للأسف في كتير قصة بكلبات في قصة بكلبات في ناس مش قادر تروح للمستشفيات بكلبات في ناس حتى لو كانت ميسورة لو كانت ميسورة مش عم تقدر تاخد مصرياتها لحتى تعمل أي شيء فكيف إذا في بنت عمرها عشرة شهر بحاجة لإبري بمقدار مليونين ومتان وخمسين ألف دولار حتى يعني من المقاسف عم نقول هالكلام تبقى على قيد الحياة في مناشدة من والدتها سبق مناشدة عبر صوت بيروت انترناشنال وبيروت ستة وعبر وسائل العالمية أخرى ولكن قدروا يجمعوا حوالي 220 ألف دولار واني بحاجة تقريبا لمليونين دولار لتنعمل العملية بدبي هناخد أكثر تفاصيل مع والدة ميلا يعني شو فيك هيك ترجع تذكري بحالتها شو فيك تقول هميلا عندها مرض دمور العضل الشوكي وهيدا المرض بأثر على حياتها وعكل عضلاتها هميلا هلأ عمرها عشرة شهر والعلاج لهيدا المرض اسمه زولجنزمة موجود بدبي بيتأمن بدبي وتكلفته مليونين ومئة ومئة وعشرين ألف دولار ولازم يتأمن بأقرب وقت لأنه قول شي لازم تاخده قبل عمر السنتين بعدين يوم عن يوم يلا حالتها عم تصعب وعم تتعب أكتر بنفسها بأكلها ما فيها تتنفس منيح وما فيها تبلع منيح وادا الشي ممكن يأثر على حياتها ومضى يعني هي بحاجة لإبري إبري واحدة ممكن تنقذ حياتها إن شاء الله إذا تأمنت إبري صحيح غالية كتير بس حكينا شوية مواصفاتها ليش هلأدي غالية وشو بتعززها لميلا الإبري زولجنزما هي غالية لأنه جديدة هذيك السنة أخذت موافقة من شركة الأدوية وهي عبارة عن الجينات النقصة عن زميلها يلي مسببت له هيدا الدمور وإن شاء الله لما تاخد هذه الإبري بيوقف تطور المرض وبيبلش تتحسن مع الوقت يعني بتصير فيها تتنفس منيح تأكل منيح تقعد تهدي رقبتها كل شي متلا بتصير تقريبا متل أي ولد وإن شاء الله يا رب أنا بتأملي بالناس أنه تساعدني وتوقف حد لأمن للعلاج قلت لي عنديك ثلاث أولاد يعني غير ميلا عنديك صبيانان وميلا أجت بعد عشر سنين من الصبيانان أنا عندي صبيانان وعندي اجت ميلا بعد عشر سنين اجت يعني كنا شايفينا ومم صدقين بنت بعض صبيانان بس الله أراد أنه هي تكون مريضة وإن شاء الله يا رب بتشفى وبتاخد العلاج طيب لحد هلأ قدي صورتي مجمعة لأنه يعني طبعا عم ترجع تطلعي على الإعلام لأنه بعد في مبلغ كتير كبير اللي تواصلوا معيك لهلأ مبالغهم كانت عادية أنت بحاجة لشو لحدا أنه يرفض إذا فينا نقول بشكل كبير لحتى يتم هذه العملية إن شاء الله أبما يسير عمره سن ونص على الأقل صح أنا يعني توجهت للإعلام وتوجهت لكتير ناس ليساعدوني من خلال كل هيدا صنم جمعين 222 ألف دولار هو عشرة بالمئة تقريبا من كلفة العلاج في ناس عم بتبادر بس بكل واحد على قدو بس أنت بحاجة يمكن لدفعة كبيرة من خيرين مين بتدعي يعني أول شي الدولة عنا ما بتعمل شي فأنا بدي ناشد دولة الإمارات بدي ناشد سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في كل دول الخليج ممكن كمان اللي بيقدر يساعد صح بس لأنه العلاج بتنبي دولته الكريمة فأنا عم ناشده حتى يقف قدامي لحتى أنقص حياة بنتي وأم الله يعلاج طيب وكمان أنتو عاملين متل ما فهمت على الانترنت متل ويبسايت أو شي وكمان إذا في رقم تليفون للي بيحب كمان يساعد من كل الدول العربية أو من لبنان كمان نحنا فاتحين لحساب لاميلا عجو فوندني وفاتحين لحساب فوند أهوب كرمال لبنان وعالقو أمتي وكل حدم بحب يعرف أكتر عن تفاصيل فيه تواصل معي على رقمي 7-1-23-23-08 فيه تواصل معي ويعرف أكتر تفاصيل عن التبرع وعن حالة ميلة ووضع أنتو يعني كشغل وأكيد مأسرين مثلكم مثل غيركم بالوضع المعيشي يعني كنتو ميسورين وهلأ أخف حكيلي شوية يعني بيتكم أنه عادي يعني نحنا وضعنا الحمد لله ميسورين بس هو المبلغ العلاجي كبير يعني حتى مين مكان ما في أمنه مبلغ كثير كبير ما في شخص وشخصاني أمنه محتاجين لدعم كبير إلى جهة معينة تساعدنا لنقدر نأمل للعلاج ومثل ما فهمت منك أنه بأسرع وقت أنت بحاجة أنه هيدا الإبري تاخدها ميلا أنت بهيدا الوقت يعني كيف يعني شو بتدالك تفكري عنديك أمل شو بتعملي يعني يعني أنا دايما عم فكر صراحة بالأسوأ خصوصي لما شوفها لبنتي ما قادرة تتنفس لما شوفها ما قادرة تعيش مثلها مثل أي ولد دايما يعني النفسية أكيد مدمرة بس بوجود العالم قدامي وبوجود دعمها عم حاول أقوى عم بزيد أمله والعالم واقفي معي فإن شاء الله يا رب قريبا لازم يتأمل للعلاج لأنه يوم عن يوم ميلا حالتها عم بتسوق أنت اتجهتي للإعلام بس أنا سمعت مبارح بالصرخة اللي التيعها على فيسبوك أنه وين الإعلام أنه إذا في شي مصخرة بيركدوا عليه بس إذا في شي يعني هلقدم التأسرة أنه بديك توصل الصوت مجددا ولو طلعت قبل بس أنه بديك ترجع تطلع مرات عديدة يعني هذا هو ملازك الأخير عم تعتبره اللي تتوجه مباشرة للناس ليحسوا اللي أنت كل يوم يمكن عم تحسيه صح لأنه لازم الإعلام يوقف حدنا لوصر رسالتي لأنه رسالتي ما لازم بس توقف بلبنان لأنه المبلغ كبير لازم الرسالة توقف كمان يعني بتنتشر على العالم كله لقدر أمن العلاج والإعلام هو الوسيلة الوحيدة لقدر أنشر الرسالة يعني طيب هي بس خلينا إذا ما نحكي شوية عن ميلة هي بتتفاعل غير أنه بتبكي بتضحك بتفهم عليك بتتفاعل معيك الحمد لله تفاعله مني بس هيدا التفاعل بده يخاف مع الوقت أمضي شي بحاجة لعضلات حتى تضحك بحاجة لعضلات حتى لما إذا بده تحكي بحاجة لعضلات وهو اللي بكرة إذا ما تأمن العلاجي ما فيها تعمل شي نمو أكيد العلاج هو الأساس هو الملازي الأخير بس بهالوقت في شي تعطيها شيء أدوية معينة الطبيبة شو بيقول بهذا الإطار هلأ من هلأ لتأمل العلاج دايما لازم تعمل علاج فيزيائي لازم تحرك الجسم عشان صدرة عشان شكل الجسم ما ياخد فورم غلط لازم دايما يكون فيه علاج فيزيائيوي سيصوبالهي مقدم لانيلا كل شي بحاجة لأقلو من هالناحية يعني الماليونان دولار هني مبلغ كتير كبير بس إذا في كتير خيرين من كل دول عربية أو دول الخليج أو من لبنان أي حدا خير ممكن يساعد طفلة بإذن الله أنها ترجع تنبط بالحياة وتضل لأنه نتما قالت صحيح الكلام آسي بس لحتى الكل يعرف جدية الموضوع أنه يمكن يعني سنة ونص هذه الحالات الشبيهة للأسف ما بدنا نقول له هاي الكلمة بس أنه لازم توصل هاي المساج لحتى الكل يحس بخطورة هيدا الموضوع والكل يساهم بإنقاذ فتاة وحيدة عند أهلا على صبيانين الله خليلي كيهون تحبي تقولي شيء أخير بدأت شكركم كثير وإن شاء الله يا رب عبركم يوصل صوته ويا رب يعني قريبا يتأمل العلاج لميلا شكرا كثير إن شاء الله يا رب يتأمل على العلاج وتأمن العلاج لكل الناس في كتير صار فقر ومرجع منقول إنه مش بس الناس اللي من الأساس هي حالتها الاجتماعية فقيرة ولكن حتى الناس الميسورة في كتير عقبات قدامها عم بتصير نتيجة الأزمة والانهيار المالي وارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار وشو بدنا نحكي يعني الكل صار بيعرف كل شيء كان معكم ربيع شانطف وحمود السيد عبر صوت بيديوت انترنشنال وبيديوت سيتي إلى اللقاء